موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم من الشباب ورجع لكم من مقطع جديد المقطع هذا عبارة عن القصة الأسبوعية الأسبوع الأول والثاني والثالث وبرضو بالإضافة إلى جميع أماكن القطط الموجودة اللي نزلت حتى الآن طيب باختصار كده شباب تقريبا زماني غلطان عندنا سبعة قطط لازم نجمعها معلومة بس بسيطة اللي حابريني جمع قطاوة اللي أنا مطلوبة في السيل فهذا شيء أطول ببالكم بالإضافة أنه فيه غوست رح يجينا في الأخير ولكن ما علينا خلنا نمشي في القصة الأسبوعية في البداية بالنسبة لأول شيء هذا القصة الأسبوعية حتى الأسبوع الأول أول شيء رح نروح نكلم ريفن بعد ما نتكرمون ريفن عند طول تبقى نروح نلعب المشنات حق السيزن الجديدة اللي باختصار يبقى تروحوا نتلعبون الريفنز لير طيب معنوة بسيطة شباب مجموعة القطط الموجودة في في الريفنز لير أو في ذا كويل هي عبارة عن قطوتين مع الأسبوع هذا تعتبر قطوتين لازالت بالإضافة أنه بقيت لا ثلاثة ثلاثة قطاوي في ريفنز لير و ذا كويل والباقي كلها موزع فيماكن ثانية ولكن على عموم بالنسبة لأول شيء رح نلعب ذا لير بعد نتخلصون مقطقة اللير كاملة بعدها رح يطلب منها نروح الهولوغريفك أو مدريش اسمه هذا الزبدة الجهاز الثلاثي الأبعاد باختصار رح نروح نتخلص كلام هناك آه يلا صدفة سبحان الله شيء جديد في اللعبة يلا نروح نلعب بلايندول شيء اللي نزل الأيام فورساكن ما انتر علي تساس رجعون البلايندول بس الزبدة رح نرجع لنلعب بلايندول رح ترجعون تلعبون بلايندول الله يعينكم رح تطولون هناك ولكن بعد ما تخلصون على طول راح نخلص تقريب رح تلعبون جريتين إذا حولتوها الهيرويك إذا ما حولتوها يرويك فالله يعينكم وراكم مشوار ولكن نعلمه بعدها على طور رح نروح نلعب ميشن موجود رح ينزل لنا موجود في الهلم فها باختصار كده رح تروحون الهلم رح تشغلون الميشن الجديد اللي نزل لكم أوه معلومة بسيطة في قطوة في الميشن هذا طيب معلومة بسيطة شباب لو ان ما اجبتوا القطاوة وانتم قاعدين تلعبون الميشنات اللي أصاسهم من الأساس هم رح يعطونك إياها من البداية عشان تلعب الميشن وانت قاعد تسويه بس معلومة بسيطة نديكم تروحون تجيبونها من The Coil أو Riven Layer ما باختصار حتى لو المنطقة هذي انتم قيدكم وخلصتوها لو مثلا فثرة الشخصيات كلها خلصت رح يمديكم تروحون تلعبون The Coil أو Riven Layer وإذا جيتوا لنفس الأماكن هذي رح تلاقون القطوة موجودة قاعدت تنتظركم فما هي صعبة هذا من نسبه الأول قطوة زي ما شفتوا قدامكم نقول شيء أنا خدت أول قطوة قدامكم وأنا أقع سوي الميشنات حقية الأسبوع الأول طيب بعد كذا يا شباب بعد نتخلصون الميشن كامل اللي هو خلونا نلعبه بعد رح ننزل من الدرج ورح ننزل تحت وراح نلاقي مارا سوف رح تتكلم مع أوه قس رح تتكلم مع مين لحالها طيب بعد نتخلص كلامه كامل بعدها على طول يا شباب رح نروح نكلم Riven طيب كذا احنا تقريبا خلصنا الأسبوع الأول وما لقينا الا قطوة واحدة فباختصار كذا بعد شويتين رح تلاقوني يفجتهم بآخر المقطع تقريبا قبل ما ننقذ على الأسبوع الثالث رح أوريكم أمكان القطاول اللي باقة كلها اللي كانت في الأسبوع الأول والثاني ولكن ونطماشي على طريق لو اني أخدت أي قطوة رح أوريكم مكانها ولكن على الموم بعد ما تخلصون الأسبوع الأول طبعا زي ما تشوفين رح يجيكم ميشن أو كوست كامل يعلمكم على The Coil نفسها توقع الميشن ما يبغى لأي شرح رح تروحون تلعبون The Coil تصرفون مفتاح في The Coil وتخلصون الكوست كامل ولكن عموم خلونا في القصة بعد ما نكلم ريفن لثاني أسبوع بعدها رح تعطينا ميشن على طول موجود في الهلم رح نقوم ندخل الميشن هذا وطيب بعد ما تخلصون الميشن كالعادة رح ناخذ البيضة في الأخير وبعدها رح يقول لك أوه نرجع الهلم مشورة هي عبارة عن مشورة القصة الأسبوعية دائما عبارة عن مشور رح نرجع الهلم رح نروح الجهاز حق الثلاثي الأبعاد رح نتكلم مع الشخصية رح نتكلم معناها اتوقعنا بترافينج بعد ما نتخلص من كلامها يلا نروح للخطوة اللي بعدها الخطوة اللي بعدها تبقى نلعب Lost Sector في طيب السؤال ليش قاعدين نكرر الأشياء القديمة نرجع نسويها بانجي ايش فيه ما في شي جديد في اللعبة يعني وليش العموم ما شو حالكم اهم شي نخلص اشياء القصة طيب وكان Lost Sector زي ما تشوفينا قدامكم واضح وصريح قدامكم طيب بس معنومة بسيطة يا شباب الكوست نفسه ودانا لل Lost Sector هذا صح؟ طيب مرة واحدة واحنا في Lost Sector هذا برضو شباب بعد ما تكتلون الساحرة رح تكون على جهة أقصى شي في اليمين في نفس الوقت الطاولة هذي اللي قدامكم رح تلاقون عليها قطوة طيب هذي كده معناها قطوتين باقي خمسة قطاوي موجودة في السبيع الثلاثة اللي عدت هذي بعد ما تخلصونا لل Lost Sector أقصى لشباب رح نروح نتكلم مع بيترا وكرو وين في الهلم مشوار مرة ثانية طيب فباختصار رح نروح الهلم يا حلوين رح نكلم بيترا وكرو في المنطقة نفسها اللي تحت نفس المنطقة اللي نزلنا ونكلمنا مارا سوف فيها فبعد ما تنزلون تحت الدرج ورح تكلمون كرو وبيترا فنج رح يخلصون كلامهم كلامهم مرة كثير ولكن على المنطقة بعد ما يخلصون كلامهم على طول رح نروح نلعب ميشن أو معلش مو ميشن رح نروح مرة ثانية الجهاز حق الثلاثة الأبعاد رح نتكلم مع شخصية ثانية أو نفس الشخصية مرة ثانية اللي هي بيترا بنج مرة ثالثة أو سايرس أو أي كان اللي هو رح نتكلم مع مليون ألف شخص بعدها على طول رح نرجع نكلم ريفن طيب كده احنا خلصنا برضو القصة الأسبوعية حق تر اسبوع الثاني كده يا شباب احنا خلصنا الأسبوع الأول والثاني كده احنا ملحقين المفروض أول وأول حلو؟ ولكن قبل ما ننقذ على القصة حق تر اسبوع الثالث لأنه كانت تصوير على مقطعين فمعليش يعذروني برضو يا شباب اللي رح تسويون أنكم رح تروحون البلايندول رح تدخلون منطقة البلايندول فآخر منطقة أو معلش مو فاخر منطقة فآخر البلايندول فآخر شي كده مرة وراء بعيد عند آخر شي عند البوابة رح تلاقون القطوة الثالثة طيب كده يا شباب احنا أخذنا ثلاثة بقينا أربعة قطاوة والحين رح ناخذ كم قطوة كده على السريع وراء بعض نفس الشي في الدريمينج سيتي برضو يا حيال حطوا المعلومات ببالكم في الدريمينج سيتي في اللو السكتر اللي جنب الفاس ترافل أو جنب بنتقة اللي انتوا رح تربطون فيها رح تروحون تذبحون البوس الصندوق قدامكم القطوة رح تلاقونها على يدكم اليمين كده برضو احنا أخذنا القطوة الرابعة بقينا ثلاثة قطاوة بس في اللعبة برضو شباب اصدمكم انه في اللو السكتر الثالث برضو اللي موجود في الدريمينج سيتي ما ادري عليه ساس يبوني كده يبوني ناخذ لفة كاملة في الدريمينج سيتي ولكن على العموم زي منشايفين اللو السكتر الثالث برضو موجودة قطوة في النهاية حق اللو السكتر جوة الصحن هذا اللي مفوضة سين يكون مولع نار ولكن ما هم مولع نار المهم راح تلاقون القطوة الخامسة زي ما انتم شايفين قدامكم كذا بقلنا قطوتين في قطوة برضو شباب انا ما اخدتها وانا قاعد سوي القصة رغم ان القصة ودتني للمكان هذا ولكن زي ما قلت لكم يمكن تروحون تلعبون The Layer Rivens Layer او تلعبون The Coil ورح تروحون لنفس المكان هذا اللي انتم شايفين قدامكم ورح تلفون يمين وورا العمود على طول راح تلاقون قطوة في المنطقة هذه طيب بكذا شباب احنا اخدنا كل القطوة اللي فاتتنا حقت الاسبوع الاول والثاني ما بقالنا غير القصة الاسبوعية حقت الاسبوع الثالث وبقينا القطوة الاخيرة حقت الاسبوع الثالث طيب باختصارك يا شباب يلا نبدأ في القصة الاسبوعية يلا طيب راح نروح نكلم ريفن كالعادة بداية كل اسبوع بداية كل اسبوع راح نروح نكلم ريفن بعد ما تكلمون ريفن على طول راح تعطينا شغلة لازم نسويها الشغلة هذه يا شباب راح تطول مرة ولكن بس معلومة بسيطة شباب راح تخليكم تلعبون جرية The Coil كاملة تقريباً من البداية للنهاية في احتمالي أنكم ممكن ما تخلصونها في جرية واحدة في احتمالي أنكم ممكن تسوونها في جريتين اللي هو باختصار لما تدخلون The Coil في الفازات اللي تكسرونا وتعطيكم السكور نفس الفازات هذه لازم تجمعون منها كمية مرة كبيرة لو أنكم جبتوا بلاتينيوم اللي هي 140 ألف السكور حقكم راح يكون بالنهاية أتوقع راح نديكم تخلصونها في جرية واحدة ولكن على العموم فأول منطقة راح تدخلونها في The Coil زي ما شايفين المنطقة هذه اللي أول منطقة في The Coil حق الأسبوع الثالث راح تلقون القطوة على طول على يدكم اللي صار هذه القطوة كذا الأخير راح لكل القطاة كذا جمعناها ما في ولا قطوة ضيعناها جبنا كل شيء في الأسبوع هذا ولكن ما بقى غير أننا نخلص القصة الأسبوعية طيب بعد ما تخلصون الجرية كاملة حق The Coil زي ما شايفين قدامكم أنا المجموعة اللي معاي كانت يعني الحمدلله كان لعبهم كويس زي ما شايفين جبنا السكور 153 ألف فقدرنا نخلص في جرية واحدة ماحتاجنا نحن نلعب جرية ثانية من The Coil فالحمدلله من جرية واحدة خلصنا نفتحوا الصناديق كلها زي ما شايفين قدامكم عندكم أربع صناديق راح تعطيكم لوت وبعد كذا عندكم الاختيار يتبعون أرمر يتبعون سلاح طبعا صورة السلاح محتوطة فقط الصندوق على حسب السلاح اللي ناقصكم لو كان أحمر يمديكم تفتحون الصندوق وعلى وعسى أنه يجيكم أحمر زي ما أنا كان حظي حلو وأنا فكرت الصندوق جاني سلاح أحمر فهذا شي جدا كويس ويمكن يكون حظكم خايص وما يجيكم أحمر ولكن على المهم بعد ما تخلصون من The Coil وتخلصون هذا كله راح نرجع للهلم مرة ثانية وراح نرجع للجهاز حق ثلاثي الأبعاد طيب راح نكلم الشخصية اللي راح تطلع لنا وتوقعنا بترافينج مرة ثانية ما أدري على التساسية الشخصية كذا اللي نشبت لنا القصة في الأسبوع هذا ولكن على المهم بعدها شباب راح تطلب مننا نروح نخلص ميشن موجود في الدريمينك سيتي أنا في البداية وقعت أن الميشن راح يكون في الهلم كالعادة ولكن فرد أنا صدمت أنه وصل لأ الميشن في الدريمينك سيتي شكلنا راح نرجع للدريمينك سيتي مرة كثيرة السيزن هذا ولكن على المهم راح ترجعون راح تروحون راح ترجعون بعد ما تخلصون الميشن على طول راح نقول لكم مبروك خلصتوا آخر شيء ما بقينا غير خطوتين بس في الأسبوع هذا كامل اللي هو الخطوة الأخيرة لنا راح نروح نكلم مارا وكرو موجودين في الهلم وبعد ما يخلصون كلامهم وكلامهم مرة كثير وراح يطولون في السواليف ولكن على المهم بعد ما يخلصون على طول زي ما شايفين قدامكم راح نلف وجهنا على طول ونرجع للجهاز الثلاثي لأبعاد وراح نكلم شخصية ثانية وبقى تخيلوا مين وسايروس مرة ثانية ولكن على المهم ما لكم في الطويلة بعد ما يخلصوا وسايروس كلامه زي ما شايفين قدامكم راح نرجع لريفن وبكذا راح نكون خلصنا القصة الأسبوعية حقا لأسبوع الثالث قدرنا المقطع شويتين طويل ولكن عشان لازم أشرح لكم كل شيء بالتفصيل بالإضافة أنه جوريتكم أماكن القطاوة كلها اللي هي سبعة قطاوة في الأسبوع الثلاثة السبيع اللي فاتت أو بالأصح ما عد راح أأخر شيء ولكن زي ما تعلمين كان فيه كذا قروشة صارة في الأسبوعين اللي فاتت فكان فيه كذا لخبطة صارت ولكن العموم شباب معلومة بسيطة في ناس كثيرة قاعد تحسب أنه الكوست حق الاكزوتك كوست أو السلاح الاكزوتك الجديد اللي راح ينزل كان مفوضاً الأسبوع هذا لا ما هو الأسبوع هذا أنا قلت أن الدونينك راح يبدأ الأسبوع هذا والأسبوع الجاي هو اللي راح ينزل فيه السلاح الاكزوتك فبإذن الله أسبوع الجاي راح يكون فيه ميشن اكزوتك جديد ورح يجينا سلاح جديد على المهم هنا وصلنا يا شباب نهاية المقطع آخر شيء حاب أن أقول لكم لاتنسلوا لكم مشتركوا في القناة زر اللايك يا حلوين ورح نشوفكم بإذن الله في المقاطع الجاية سلام عليكم